تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام باعتباره فرصة للمتطوعين والمنظمات الأهلية للاحتفال بجهودهم وتعزيز عملهم في مجتمعاتهم المحلية نعم فمملكة البحرين خطت مراحل متقدمة في تعزيز وتعميق ثقافة مملكة البحرين وممارسة العمل التطوعي في مختلف أوجه الحياة من خلال سواعد أبنائها الذين امتدت مساعيهم الخير ومشاركاتهم إلى مختلف دول العالم منذ تاريخها العريق ومملكة البحرين تعمل على تعزيز وترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى أبنائها صقارا وكبارا إلى أن بات هذا المفهوم شائعا بين مختلف أفراد المجتمع فتسخر البحرين اليوم بسجل حافل في قطاع العمل التطوعي والأهلي مرتكزا في ذلك على سواعد مواطنيه الذين لم يدخروا جهدا في تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير والنماء المجتمعي ويتجسد ذلك جليا في مختلف أوجه الحياة وفي مختلف الظروف محليا وإقليميا وعالميا وخير برهان على ذلك ما تم خلال العامين الماضيين من حملات تطوعية غير مسبوقة لمواجهة الجائحة العالمية بدءا من المشاركة في التجارب السريرية إلى أن تكللت عملية التصدي لفيروس كورونا وتحوراته بنجاح ناهيك عن روح المواطنة العالية التي يحملها المتطوع دائما وأبدا وإنما حطت رحاله وهذا ما شهدناه خلال مشاركتهم الكبيرة والفاعلة في تأمين وتنظيم العملية الانتخابية النيابية والبلدية لعام 2022 والتي توجد بمشاركة شعبية كبيرة انتشار ثقافة ممارسة العمل التطوعي في المجتمع البحريني تعد أحد عناصر التنمية الاجتماعية التي تعكس مدى وعي الأفراد بأهمية هذا العمل وانعكاساته على الأفراد والمجتمعات وتحقيق مبادئ الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة والتي تعبر عن مدى المسؤولية تجاه المجتمع وتعزز الانتماء الوطني والإنساني وتجسد روح الأخوة والمشاركة